نسمى شهد مستشفى سهلوا بولاية سوسة في الليلة الفاصلة بين السبت والأحد تعرض عدد من الإطارة الطبية وشبهة طبية العاملة بقسم الاستعجلي إلى احتدائات بالعنف الشديد من طرف ثلاثة منحرفين قاموا كذلك بتحتيم عدد من التجهيزات الطبية وخلفة الاحتدائات أضرر بليغة على مستوى الرأس لدى عاون أمن وكذلك كسور في اليد تستوجب عملية جراحية لدى طبيب مقيم بالمستشفى فضلا عن تسجيل إصابية وكسور لممرضين في الحالة كلها اعتداء على عاون أمن اعتداء على طبيب اعتداء على زوء عدد اثنين من المرضين وتهشيم وتكسير معتها محتويات القسم اللي هي محتويات بهض الثمن وتكلف المستشفى والمال العمومي معتها كلفة إضافية العجراءات يجب أن نتخذها باش نقصوا من الحدة متع الازاكريزيون في هادم وفي كل الحالات باش نحطوا المريض أمام أعيننا ونحاولوا نتكفلوا بأقصى ما يمكن وفي نفس الوقت حماية الأعوان بتاعنا أقصى ما يمكن كده وإزامنة الحدثة هذه مع أحدث عنف في مستشفى بوحجلة بولاية القيروين من قبل مجموعة من الشباب بعد حفل زفاف خلف جرحا وانتقلت الفوضى للمستشفى حيث تم الاعتداء على الإطار الطبي والممرضين وتهشيم تجهيزات المستشفى كيما غادر عدد من المرضى المستشفى خوفا على سلامتهم قبل أصول التعزيزات الأمنية على عين المكان وتمكنت وحدات منطقة الأمن الوطني بوحجلة ظهر أمس من إيقاف ستة أشخاص من المتورطين في حالة الفوضى والعنف والاعتداء على المستشفى المحلي فيما أعلنت الإدارة رفع قضية عدلية بكل من له صلة بأحدث العنف لجدد كيما قررت وزارة الصحة ملاحقة الجنيت قضائيا وخلفت الاعتداءات هذه حالة من الاحتقان في صفوف الإطارات الطبية اللي ندوا بالحودث هذه ودعاوا لضرورة وضع حد لمثل هذه الاعتداءات المتكررة ترجمة نانسي قنقر